نبدأ إذن على بركة الله بشرح الوحدة الأولى وهي بعنوان ما حاجتنا للأخلاق لكن أستسمحكم بالتذكير بأن هذا المقر يتضمن خمسة وحدات إذن وحدة أولى هي حول معنى الأخلاق بصورة عامة وعنوانها ما حاجتنا إلى الأخلاق وحدة ثانية بعنوان النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل ثم الوحدة الثالثة بعنوان أخلاقية المهنة في التربية والتعليم الوحدة الرابعة المثاق السعودي لأخلاقيات المهنة ثم الوحدة الخامسة والآخرة الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث إذن لدينا خمسة وحدات أو عناء أو فصول سنبدأ إذن بالوحدة الأولى أو بالنسبة للوحدة الأولى كما قلنا وهي حول معنى الأخلاق بشكل عام فإنها تتضمن كما هو معنى عنصراني فرعيان العنصر الأول هو بعنوان معنى الأخلاق مورل وفيه ثلاث تفريعات ألف دا وتا الألف في العنصر الأول هو المعنى اللغوي للأخلاق ثم المعنى الاستلاحي للأخلاق ثم تا مفهوم الأخلاق بالنسبة للعنصر الثاني هو بعنوان الحاجة إلى الأخلاق ونجد فيه التفريع التالي الحاجة الفردية ألف الحاجة الفردية للأخلاق با الحاجة الاجتماعية للأخلاق وتا الحاجة الوظيفية إلى الأخلاق إذن هذا هو مخطط الفرست شابتر الفصل الأول أو الوحدة الأولى طبعا كل وحدة أو كل شابتر له أهداف ما يسمى بالأهداف الخاصة في إطار الأهداف العامة التي هي أهداف المقرن الأهداف الخاصة بالنسبة للفرست شابتر وهو حول معنى الأخلاق نجد هدفين كبيرين الهدف الأول هو محاولة تقديم تعريف دقيق للمقصود بعبارة أخلاق هذا هو الهدف الأول تمكين الطالب وتمكين المتابع لهذا الشرح من تملك تعريف دقيق نوع ما أو تعريف على الأقل نقول علمي للمقصود بعبارة أخلاق بالفرنسي نقول المغال بالإنجليزي نقول the moral الهدف الثاني الخاص بهذه الوحدة هو محاولة بيان أهمية الأخلاق محاولة تحسيس المستمع أو الطالب أو المتابع لهذا الشرح بأهمية الأخلاق على المستوى الفردي وتبرير ذلك لماذا الأخلاق مهمة على المستوى الفردي ثم الأخلاق مهمة على المستوى الاجتماعي ما هي حاجتنا إليها اجتماعيا ثم ما هي حاجتنا إليها وظيفيا لأنه إذا أدركنا هذه المستويات الثلاث إذن فإننا أدركنا أهمية الأخلاق بشكل عام هذه هي أهداف هذا العنص أو هذا الفصل الأول وسنبدأ في الشريحة الموالية بحاجتنا للأخلاق بتعريف الأخلاق